شوفوا الحال الفلسطيني، حال الأردن، حال الجزائر شاب الأهلاوي أحمد بن خريفية شاب أهلاوي جميل جداً بحماس لقيته بيكلمني من تونس في المطش الأولاني أنا جاي من الجزائر لتونس عايز أتفرج على الأهل وأسند الأهلي بس خايف أقطع تذكرة من التوانسة فأعد مع جمهير الترجي أنا عايز أعد مع جمهير الأهلي فوصلت بالدكتور محمد شاوي عضو مجلس إدارة وصلوا ودخلوا ضمن الوفد المصري ما اكتفاش إنه يروح تونس يجي القاهرة وكلمك كلمني من تونس لنت المباراة كلمني من تونس قال لنا حارج على الجزائر بس أنا حاجة لنت المباراة قلت له والنبي تسألني الأول عرفتها دبرلك تذكرة لا لا ودبرت له تذكرة في آخر وقت الحقيقة لإني شرحت الحالة للمسؤولين قلت له من اللي عنده تذكرة يضحي به الراجل ده جاي من الجزائر من الجزائر راح تونس وجاي على مصر مش هيعد تفرج على المطش في الأب الحقيقة أحمد دن خريفية طلع على الفيوم عشان يلتقي والدة الراحل الكبير أخونا محمد عبدالوهاب عليه رحمة الله شوفوا أهو راح النهاردة زار والدة محمد عبدالوهاب في الفيوم وإداها عالم الجزائر عشان يتطمن عليها عايش الأهل عايش الأهل بجد بقول لكم يعني ده راجل جزائري بس هو ده الأهل على فكرة في الكويت الكويت كمان كان فيه احتفالات كبيرة قوي بتتويج الأهل بالـ 12 زي كل العاصم العربية اللي شاهدت هذه الاحتفالات